الحقيقة انه صحافة الهامش ده كان اسم يمكن اثار الجدل في انه يعني ايه صحافة الهامش وهو مين هم المهمشين والمهمشين دول ازاي عندهم صحافة لو هم فعليا مهمشين شكلاها ايه صحافة بتاعتهم صحافة الهامش اسم اثار الجدل بشكل كبير جدا مين هم المهمشين وايه هي صحافة الهامش في الكتاب كان صحافة الهامش عبارة عن شقين او جزئين صحافة المجنين وصحافة المساجين وهم دول المهمشين من وجهة نظر حضرتك أو هم دول اللي عندهم صحافة مهمشة من وجهة نظر حضرتك باعتبارهم على هامش الكتابة الصحافية العادية اليومية اليومية أيوة فهم صحافة المجنين وصحافة المساجين شكلها ايه الصحافة دي؟ ابتدتها ازاي؟ فكرت فيها بأي شكل وبأي طريقة كنت حابب انك تترحل القارئ الفكرة بدأت من تحقيق قرأته في الأرشيف سنة 63 الأستاذ إسماعيدي يونس بيتكلم أنه دخل المستشفى العباسية وشاف مجلة حق فبدأت أدور على أصل القصة وإيه المجلة دي ولقيت موضوع عنهم بعنوان صحافة المجانين في مجلة المصور فبدأت أدور على القصة وشوف إيه الصحافة دي ودلت أجيب عدد هو غير مختامل لكن عدد من الصحافة اللي قدموها فكت مفاجأة بالنسبة لي صحافة بكل معقلها اليومية يعني صحافة 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 صحافة